من فترة كده يا صديقي انتشرت في اوروبا وكندا وامريكا مجموعة من اللوحات مكتوب عليها توقف عن انك تخلي الاغبياء مشهورين صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتعالى ندخل مع بعض مصنع التفاهة زي ما التكنولوجيا الرقمية كان لها اثر كبير على تقدم وسائل المعرفة كان لها اثر اكبر في تراجع القيم الفكرية وانتشار الثقافة السطحية وصنع التفاهة لحد ما وصلنا لمرحلة وقفت فيها مجموعات التفهين في المقدمة وبقوا الاشهر والاغنى واصحاب الكلمة والنفوذ وفي المقابل اختفى العلماء واختفى المثقفين والمفكرين والضهور زوء العام وبقى للفن الرخيص تمن طيب يعني ايه صناعة التفاهة ببساطة كلنا بنحلم بحياة سهلة بيت عربية فلوس حتى لو انت قنوع وعايز بس تفتح بيت وتعلم ولادك وتطلع والدتك الحجب فكل ده محتاج فلوس وفلوس كتير وقبل ما تسألني ايه علاقة ده بالموضوع هقولك ان صناعة المحتوى التافه على وسائل التواصل اصبحت بتقدم لك حاجتين مهمين وهم الفلوس والشهرة وما تقدرش تنكر يا صديقي ان الفلوس والشهرة بقوا هم معيار النجاح لأي شخص في الزمن اللي بنعيشه ولو اخدت جولة على صفحات المشاهير في مواقع التواصل هتلاقي معظمها قايم على التفاهة او الاستهبال وخليني اسألك ايه القيمة اللي هطلع بيها بعد ما شوف شخص اكل صنية تمحشي فيها 17 كيلو كرومبل واحده واسيبك من بتوع الاكل وخلينا نسأل عن بتوع الروتين اليومي اللي المفروض بين قصين للسيدات واللي صاحباته بقوا بيعرضوا كل حاجة في مقابل انك تشوف الفيديو وتدوس لايك وخليني اصدمك وقولك انهم بيحققوا ملايين المشاهدات ده غير الاغاني اللي كلها كلام فارغ وايحاقات مبتزلة واشتيمة والغريب بقى يا صاحبي ان كل ما تعمق الانسان في التفاهة والابتزال زادت جماهريته وشغرته وفلوسه وبقت شركات الاعلانات بتجري ورا الاشخاص دول عشان يعملولها اعلانات بملايين وبقوا يخرجوا من التيك توك بكل مبقاتهم ويغضوا بطولات سينما وتلفزيون واللازي منه وبقوا يتعزموا في افتتاح المحلات والحفلات الكبيرة والاحداث المهمة ويستضفوهم في البرامج كمان طيب هو ايه اللي خلت تفاهة نظام حياة فيه كتاب ظهر في 2017 اسمه نظام التفاهة لفيلسوف كندي اسمه وبيقول دونو في الكتاب ان النظام الاجتماعي بقت بتسيطر عليه الشبكة من الاشخاص التفهين واللي بيسيطروا على كل نواحي الحياة ومن التسعينات والحد النهاردة والتفاهة بتتعمق في المجتمعات وكل ما تمشي خطوة تغرق في مستنقع تفاهة جديد لحد ما ضربت جزرها في البنية التحتية للمجتمعات واصبح التفهين شخصيات مهمة في المجتمع وركبوا مواقع السلطة ومن تافه مشهور لمجموعة من التفهين ملمومين حواليه اصبحوا اصحاب قوة ونفوز ولو دقائق النظر هتشوف ان السياسي ملموم حواليه مجموعات من التفهين بيطبلوله وهتكتشف مصانع للتفاهات الثقافية واللي فيها الادب التافه السطحي بيحقق اعلى المبيعات وبقت تليفون اهم ما في الحياة ومن مقطع ريل لمقطع تاني لتالت لعاشر وجر رجل بالساعات لحد ما يضيع الوقت والعمر في الولى حاجة وبقت التفاهة الافيون الجديد للشعوب راح مع الرايحين وبقى بيقدمها كنوع من الحداثة وخفة الدم وتضيع الوقت وبقى يخصص برامج للدردشة الفنية والفضايح وفلانة طلقت من فلان وفلانة ظهرت في طلة جريئة من غير هدوم وفلانة لبست جزمة بمئتين الف دولار وبدل ما تبقى برامج نشر المعرفة والثقافة مسعة بقى المسعة هو جملة الجمهور عايز كده لحد ما بقت التفاهة نظام اقتماعي زي ما قال دونو واحدة بقصد او من غير قصد بقينا بنصنع التفاهة حتى لو عشان نضحك ونتسلى ونتريق لكن الرئاكت اللي بتحطه على فيديو معين بيدي اشارة للخوارزميات البرمجية انها تصنف الفيديو على انه مهم بغض النظر عن اللي جوه الفيديو ولا عن كمية التعليقات السلبية اللي عليه وبعد ما بيتصنف بالمهم بيبقى ترند وينتشر هوى ورزق الهبل عالمجانين والحصيلة الاف الجنيهات بتتحط في جيوب التفهين دول يوميا وخليني افجج بان بعض الصحف الغربية بتقول ان العالم مش هيتدمر بسبب قنبلة نووية لكن هيتدمر بسبب الافراط في التفاهة والسطحية طيب هل صناعة التفاهة عملية منظمة ومقصودة ولا الموضوع صدفة وتفاهة جاء بالتفاهة بيقول المفكر اللاتيني ماريو برجاس في كتاب وحضارة الفرجة ان صناعة الرموز الرخيصة وثقافة الاستعراض والفكر السطحي وفن التهريج والتركيز على الموضة والجنس والإصارة كل دي ثقافة استهلاكية وواحة من منتجات الرأس مالية والنوع ده من الثقافة مش بس متغلغل في الغرب ده متغلغل في البلاد الأقل عمل وإنتاج وإبداع لأن كل ما الشعوب انشغلت بالعمل والإنتاج والإبداع هتتراجع صناعة التفاهة وانشغال الناس بالتفاهة بيبعدهم عن المطالبة بحقوقهم وبيخليهم يتركوا كل المجالات مفتوحة قدام رؤوس الأموال اللي بتتحكم في الاقتصاد واللي هو عصب الحياة وشريانها لحد ما بيوصل المواطن لمرحلة كبيرة من السلبية والسطحية وبتصبح الحضارة ومقومتها التابعة للإقتصاد وبالتالي لأصحاب رؤوس الأموال طيب هو مين المسؤول عن كل ده؟ للأسف يا صديقي كلنا مسؤولين من أفراد ومؤسسات ومجتمع عن صنع ودعم التفاهة ولازم كلنا نتوقف عن صنع مشاهير التفهين بعدم النشر والتفاعل وأتمنى ما كنتش تقلت عليك يا صديقي وأتمنى منك أنك ما تحرمنيش باللايك والشير وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد وبس كده يا صديقي سلام